حياكم الله مشاهدين الكرام في بث مباشر جديد بعد أيام وساعات من القلق والغموض والترقب أخيرا أزلل استطار عن واحدة من أكثر العمليات دقة وتعقيدا والتي تمت بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية في مصر وبتنصيق متكامل بين القوات المسلحة المصرية وجهاز المخابرات العامة فور اشتعال المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع وسيطرة الدعم السريع على مطار مروي والذي يتمركز به عدد من الجنود المصريين تواجدوا في السودان في إطار مهمة تدريب وفق بروتقول موقع بين البلدين فكيف استعادت مصر جنودها من السودان في عملية فائقة التعقيد على مدار الساعة منذ اللحظة الأولى لتداول مقاطع فيديو تشير إلى تواجد قوات عسكرية مصرية بمطار مروي السوداني والذين كانوا في مهمة تدريبية مع نظرائهم السودانيين تم تشكيل خالية عمل بمتابعة على مدار الساعة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لكافة التفاصيل المتعلقة بإجلاء الجنود المصريين وضمان سلامتهم ووصولهم جميعا إلى أرض الوطن في ظل حالة الاضطراب التي تشهدها السودان منذ أيام مصادر مطلعة كشفتها وسائل إعلام مصرية تشير إلى أن عملية إعادة الجنود المصريين لم تكن بهذه السهولة في ظل تراشق الطلاقات بين طرفي النزاع في السودان وهما القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بقياة حمدان دقلو لكن مصادر متواترة أشارت إلى وجود تنصيق مصر مع الجانبين في السودان إضافة إلى جهود إماراتية لإنهاء أزمة احتجاز جنود مصريين في مطار مروي بعد وصول الدفعة الثانية من الجنود المصريين إلى الخرطوم وتحديدا إلى الملحقية العسكرية بالخرطوم حينها تمكن العدد الأكبر من الجنود المصريين من التعامل مع الموقف والإفلات من الاحتجاز في حين تم احتجاز مجموعة أخرى بمجرد ورود أنباء الاحتجاز وفيما كانت القاهرة تواصل اتصالاتها المكثفة لمنع تصعيد الموقف في السودان كانت الأجهزة المصرية تصابق الزمن وتعمل في صمت تام لاستعادة الجنود المصريين وضمان سلامتهم ويبدو أن الأمر لم يمر بدون تنصيق متكامل بين الأجهزة المصرية التي لم تخفل للحظة عن دورها في تأمين آخر جندي مصري على أرض السودان فتمت العملية بتنصيق متكامل بين القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة حيث وصلت ثلاث طائرات مصرية إلى قاعدة دونقل السودانية وتم إجلاء الجنود المصريين وعن تفاصيل العملية المعقدة أصدر المتحدث العسكري بيانات تكشف تفاصيل تأميم الجنود المصريين حتى عودتهم بسلام وذكر المتحدث العسكري أنه في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيقي بين كافة الأجهزة الأمنية في مصر والسودان لتأمين عودة القوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية وكشف بيان المتحدث العسكري أنه تم الأربعاء التاسع عشر من أبريل اتخاذ كافة إجراءات التنصيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد ثلاثة طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدى القواعد الجوية بالأراضي السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر ثلاث رحلات متتالية لمعظم أعناصر القوات المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية المصرية بالقاهرة المتحدث العسكري كشف أيضا أنه تم في صباح اليوم الخميس العشرين من أبريل بالتنصيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر قوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيدا لإتمام إجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن وكشفت القوات المسلحة عن صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن وهكذا المتواجدة بالسفارة المصرية بالخرطوم وفي صياق متصل أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا كشفت فيه تفاصيل العملية مشيرة إلى نجاح الجهود التي قامت بها مصر بالتنصيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين سلامة باقي الجنود المصريين المتواجدين في جمهورية السودان لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم كما كشف البيان عن دور قام به الصليب الأحمر الدولي في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين وذكرت وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمصاري السياسي بدوره أعلن الجيش السوداني في بيان أنه تم إجلاء 177 جنديا مصريا من قاعدة ماروي وأضاف أن عملية إجلاء الجنود المصريين تمت عبر طائرات عسكرية مصرية كما تابع أنهم كانوا يعملون ضمن أطقم فنية ببلاده بمجب بروتوكول تدريب مشترك وجاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوة الدعم السريع في الأشهر الأخيرة مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد فمتى تنتهي ويعود الجميع لطاولة المفاوضات شكرا المشاهدين على حسن المتابعة كنت معكم إيمان بالله النجد دمتم في رعاية الله وأمنه شكرا المشاهدين على حسن المتابعة